السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلبي عملين ايه النهاردة مع بعض هنعمل عجينة القطايف النجحة بطريقة سالة وبسطة جدا ان شاء الله تنجح معاك من اول مرة وبمقادير موجودة في كل بيت شايفين شكلها؟ طوح فا باتمنى يا رب تجربوها وتقول ايه رأيكم في الكومنتات ايه رأيكم بقى القطايف بتاعتنا هتكون نجحة ان شاء الله وهقولك كمان على طريق التفريزهم في الفريزر ان شاء الله كل سنة ونطيبين رمضان خلاص على القواب بتمنى الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم وتحطوا لايكات كتير جدا الفيديو ده وتوصلوا الاكبر عدد من لايكات يلا بسرعة احط لايك وتعال نشوف الطريقة على طول اول حاجة معايا كوبايتين من الدي دي متعدد لاستخدامات ومعايا كوبايتين من المياه الدفنة لا تكون ساعة ولا تكون سخنة المياه كده دفنة دي كده تستحملها ومعايا كمان معلقة صغيرة من الخميرة ومعلاقة صغيرة من السكر ويرشة من الملح تمام كده مكوانتنا سهلة وبسيطة وان شاء الله موجودة في كل بيت وهتنجح معاك من اول مرة المكوانات بتاعتنا كلها هنحطها لقيمة في الخلاط او الهند بلندر او بالمضرب اليدوي زي ما تحبي بس اما حاجة صفيها بعد ما تضرابي كويس هحط كده كل المكوانات بتاعتي فوق بعضهم لو عندك برضو مضرب كهربة برضو استخداميه فيش اي مشكلة العجينة بتاعتنا تشبه كتير جدا لعجينة الكريب عملنا معاكم الكريب في القناة وعجبكم جدا هحطلك برضو الرابط بتاعه في صندوق الوصف شلت كده شوية مية لحد ما نشوف قوام العجينة هحط برضو الخميرة والسكر والرشة الملح واضربهم كويس جدا في الخلاط او بالهند بلندر او بالمضرب القرباء زي ما قولتلكم خلاص كده بضربها كويس جدا بنشوف بعد كده قوام العجينة لو محتاج انح نزود مية بنزودها لو لقينا قوام خفيف بنزود معلقة دي شايفين القوام بتاعها حسيته ندقل شوية هبدأ ان انا قضيه بقية المية بتاعتي تمام كده هضربهم كده ضربه خفيفة وبعد كده هوريكوا القوام بتاعها شكله عامل ازاي يلا بسرعة هحط لايك للفيديو يلا نزلي هحطي لايك تمام كده ده القوام اللي انا محتاجة هجيب مصفى كده وبولة وهو صف القليط بتاعي عشان لو فيه اي تكتلات تنزل في المصفى لكن هو ما شاء الله الخليط مزبوط جدا وما فيش اي تكتلات خلص في المصفى معي شايفين تمام كده دلوقتي بقى العجينة بتاعتي هغطيها غطيها بفوتة او بطبق اه او بكيس او بالسترش راب زي ما انا عملت كده اي حاجة المهم نغطيها وسيبيها ترتاح ربع ساعة تمام وبعد كده هرجع واريكوا هنعمل فيها ايه اهم حاجة سيبيها ترتاح او تختمر شوي خلاص كده العجينة بتاعتي اختمرت معي لان طبعا فيها خميرة بس ما ينفعش نتخذيها وتستخدميها كده على طول لازم لازم عشان بيكون فيها فقط كده لازم تقلبها كويس جدا لحد ما تهبطي الخميرة خالص الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة لنجاح الاطائف معا قلبها كده تمام قلبها كويس خلاص كده هجيب بقى عندي اي دورة او اي معيار زي اللي عندي ده واهم حاجة يكون لي بوز عشان ده اللي بيسهل عليك يتنزل عجينة احسن من انك تنزليه بقى بكبشة وكلام من ده هروح على النار هتحطي بقى طاصة طفال جنونيت اي طاصة عندك ويتدهنها بداهنة بسيطة من الزيت هي مرة واحدة وبعد كده بمسحها بمنديل تمام كده التزم بكل الطريقة اللي انا بقولك عليها وهتنجح معاكي ببدأ انزل كده الخليط بتاعي هنجرب كده الاول شايفين الفقاقيع بتاعتي عاملة ازاي ممكن في الاول وانت بتعملي تطلع معاكي واحدة اتنين كده بايزنين في الاول مش مشكلة كملي بمجرد ما اتصب تاخد درجة الحرارة المزبوطة اه بتبقى تمام النار بتاعتني يا ممالك النار بتكون متوسطة لا تكون عالية اوي ولا وطي اوي تمام وجربي كده كزا مرة يعني على كزا درجة حرارة لحد ما تزبط معاك خاصة لو انت كنتي اول مرة بتعملي لقطايف عملت كمية ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة مطلع معايا حوالي مش فاكرة 25-27 واحدة بس ما شاء الله يعني بتطلع كمية مناسبة لأسرك كويسة جدا ببقى دير بسيطة بتعملي حاجة كنا بنشرها من بره شايفين الفراغات بتاعتنا لقيتها سخنة جدا نزلتها واريكوا بس التسوية بتاعتها من تحت اها دي واحدة تانية على فكرة اها باني انت شالوا الفوطة عايز اقولكم ان انت لازم تطلعيها على فوطة تمام آه خلاص كده اهو ده شكلها نعمة جدا وقهومها ناعم قوي 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 بجد وصفة سهلة وبسيطة هتعمليها كده بمنتاز سهول تقدر تقوم الصبح كده في يومك في رمضان تعمليها وتخلصي وبعد كده هتوليها على الاكل بتاعك وتحشيها اخر النهار تقدر بقى تحشيها حشوات مختلفة لو حابين اعمل معاكم فيديو حشوات ان شاء الله هنعملو معاكم مع بعض باذن الله على القناة عملتها كده بالشوكة شايفين شكلها حلوة جدا بالنسبة بقى لطريقة ازاي تحفظيها بتحشيها زي ما تحبي وهي بتحتفظ بيها في علبة في التلاجة دي افضل طريقة لان انت لو ما قفلتهاش على طول وهي طازة كده ومعامولة لست عاجينة ما بتتقفلش معاك كويس وبتفتح منك لو انت احتفظت فيها بالشكل ده في الفريزر آآ بتمنى كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم يكون خطوات سهلة وبسيطة وان شاء الله يعجبكم جدا جربيها تنجح معاك من اول مرة ما تنسوش تحطي لايك للفيديو لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعال الجرس اشتركوا في القناة